أم البنين نتاج أسرة راقية من أسرة عالية في الرقي والعظمة أبوها حزام ابن خالد أو حرام براء مو بزاء يعني فاطمة بنت حرام أو فاطمة بنت حزام على اختلاف ذكرها في التاريخ البعض يقول بزاء والبعض يقول براء في كل الحالتين ابن خالد من قبيلة بني كلاب المعروفة بالشجاعة المعروفة بالكرم على امتداد تاريخها كانت هذه القبيلة قبيلة ملوك يعني رجالاتها كانوا رجالات ملوك كل واحد ملكه عنده مجموعة قبيلة معروفة بالشهامة بالعظمة أبوها قمة في الشهامة أمها ثمامة رضوان الله تعالى عليها قمة في العظمة أروع ما في هذين الشخصين حزام وثمامة ولاءهما لعلي وأبناء علي عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام فتحب خاص للنبي وأهل بيت النبي حب خاص معتباط حب خاص كان مسافر والدها في سفر فرأى في عالم الرؤيا كأن بيده در ثمينة در قيمة فيها لمعان يقلبها يمين شمال يقلب هذه الدر بيده بينما هو يقلبها وإذا بفارس جاءه من بعيد جاء فارس وقف أمامه قال بكم تبيع هذه الدر قال لا أعرف ثمنها كي أبيعها بكم تشتريها أنت قال وأنا لا أعرف ثمنها ولكن تعطيني إياها أضعها عند رجل شريف عظيم تنال به الحظوة والشرف والرفعة قال تضمن لذلك تنطين الرفعة والشرف قال نعم قال خذها استيقظ من النوم زوجته كانت حامل لما استيقظ جمع الجماعة الليوية نقل إلى أهل العلم منهم أهل المعرفة رؤيا قال رأيت في الرؤيا كذا وكذا قيل له إن صدقت رؤياك يا حزام فإن زوجتك ستضع أنثى راح تجيب بنت درة وهذه البنت يتزوجها رجل له شاء عظيم تنال عنده الرفعة والعظمة وبالفعل تمر الأيام تضع زوجته بنت أنثى سميت بفاطمة سلام الله على فاطمة تيمنا باسم الزهراء عليها أفضل الصلاة وأسكى السلام وكنيت بأم البنين لأن واحدة من جداتها عن طريق أمها كانت تكنى مرة كبيرة معروفة كانت كانت تكنى بأم البنين فوضعوا كنيتها ككنية جدتها بدأت حركة الحياة يربوها أمها وأبوها أحسن تربية أحسن تربية شكرا